اهلا بكم الى موجز اخبار الان افاد مراسل اخبار الان بقيام قوات الجيش السوري الحر بشن هجمات ضد قوات الاسد في منطقة السبع بيار وضاضة في البادية السورية والتي تقدمت اليها قوات الاسد منذ يومين واضف مراسلنا ان الاشتباكات متواصلة منذ ساعات الصباح الاولى وتعد منطقة السبع بيار وضاضة تهمية عالية كونها متاخمة لمطار السين العسكري وتؤمن عمقا في معركة فك الحصار عن الغطط الشرقية وتقع على طريق الدولي الواصل الى معبر التنفى الحدودي اعلن مكتب المبعوث الاممي الى سوريا ستيفان ديمستورا يوم امس الاثنين انه من المقرر ان تبدأ جولة جديدة من محادثات السلام السورية التي ترعاها الامم المتحدة الاسبوع المقبل في جناف واشارت الامم المتحدة في بيان الى ان المبعوث الخاص ستيفان ديمستورا سيستأنف المحادثات بين الاطراف برعاية الامم المتحدة في جناف في السادس عشر من الشهر الجاري ذكر اعلام الفرقة السابعة بالقوات العراقية في بيان ان 47 مسلحا من داعش قتلوا بغارات جوية لطيران التحالف الدولي على معسكر للتدريب قرب ناحية عكاشات في قضاء القائم غرب الانبار واضف البيان ان من المعتقد ان تنظيم داعش كان يدرب في المعسكر مسلحين من الجنسية العراقية من المناطق المحررة كالفلوجة والصقلاوية والرمادي والخالدية اعلنت منظمة الصحة العالمية ثلاثان اربعة وثلاثين شخصا لقوا حتفهم بالكوليرا ويشتبه بوجود الفي اصابة اخرى بالوباء خلال اقل من اسبوعين في اليمن واكد مسؤول في المنظمة تسجيل اربعة وثلاثين حالة وفاة بالكوليرا والفين واثنين وعشرين حالة اسهال حاد في تسع محافظات منها صنعاء خلال الفترة الممتدة بين السابع والعشرين من ابريل والسابع من مايو اصيب اكثر من خمسين شخصا بينهم اطفال بجروح ثلاثاء في تفجير سيارة مفخخة امام متجر في منطقة فطاني بجنوب تايلاند الذي يشهد تمردا تقوده جماعة متشددة تطالب بالاستقلال بعد اشهر من الهدوء اعلن مسؤولنا فدراليون نمئات العمال في موقع نووي في ولاية واشنطن تلقوا تعليماتنا ثلاثاء بالاحتماء بعد انهيار نفق مليء بالمواد الملوثة قرب المكان وتلقى موظفون في موقع هانفورد الواقع على مسافة مائتين وخمسة وسبعين كيلومترا جنوب شرق مدينة سياتل انذارا من الادارة صباحا يطلب منهم تهوية امنة والامتناع عن تناول الطعام او الشرب نهاية الموجز الى اللقاء